بعد مخاض عسير صوت البرلمان الليبي أخيرا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبا ثلاثة أيام طويلة خض فيها رئيس الحكومة الجديدة مشاورات وصفت بالماراثونية للحصول على ثقة غالبية النواب في جلسة رسمية عقدت في سيرت بعد سلسلة من أخذ ورد استطاع فيها دبيبا الوصول بحكومته إلى بر الأمان في لحظة وصفت بالتاريخية تنهي عقدا من الفوضى والعنف في البلاد رئيس الحكومة الجديدة تعهد من جانبه بدعم المفوضية العليا للانتخابات وإنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات في الموعد المحدد وتحقيق العدالة الانتقالية لإنجاح المصالحة الوطنية بدورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالخطوة التي وصفتها بالمهمة لإعادة توحيد البلاد لا سيما مع المشاركة الكثيفة للنواب في الجلسة بعد سنوات من الانقسام وتعطل عمل المجلس ويواجه رئيس الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في أول أيام عمله أبرزها توحيد المؤسسات الرسمية في كافة أنحاء ليبيا فضلا عن ضرورة الوصول إلى اتفاق وسطي لاختيار وزير للدفاع حيث سيتولد بيبيا بنفسه تولي هذه الحقيبة حتى حسم هذا الملف العالق إضافة إلى تحدي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها اجتمع الليبيون إذن في العاشر من آذار أخيرا على حكومة موحدة بعدما أدارت ذات الدول التي دعمت ثوار فبراير للإطاحة بالقذافي لهم ظهورها وتعمق الانقسام نتيجة التدخلات الدولية التي توقفت بعد توازن كان ضروريا بالقوى في تشرين الأول الماضي لإنهاء حرب طاحنة صنع بعدها الليبيون بأنفسهم فرصة للخروج من هذا المشهد القاتم والعبور ببلادهم إلى بر الأمان اشتركوا في القناة